حقل عكاز الغازي المكتشف عام 1981 غربي محافظة الأنبارة يضم ستة آبار محفورة تمتد على مسافة خمسين كيلو مترا قريبا من الحدود السورية ويقدر المخزون الغازي فيه بنحو خمسة تريليون متر مكعب في عام 2011 تم إحالته للاستثمار لشركة كوكازي الكورية ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى ستين بالمئة لكن اشتياح داعش للأنبار أجبر الشركة على إيقاف العمل وسحب كوادرها من الحقل الذي يعد واحدا من أكبر حقول الغاز في المنطقة حقل عكاز من الحقول المهمة جدا يحتوي على خمسة تريليون لتر غاز أنا أستغل قناتكم المنطقة مهمة 100% وهناك جهود جبارة من قبل القوات الأمنية حافظ العمل ولحدنا عن فضل من الله ما تعرض إلى أي عمل خلال طيلة هذه السنوات ليش ما يجون؟ من المبررات الأمنية ماكو بعد خلاص احنا ننتظر وزارة النفطي تبدأ أعمالها حق الأكاز الموجود في محافظة الأنبار لابد أن يعمل بشكل صحيح ولذلك الأهمية الاقتصادية التي تعود بها للبلد والمحافظة خاصة ومنها تشغيل الأياد العاملة تشغيل العاطلين عن العمل توفير المواد الأولية للطاقات الكهربائية لم تنجح مساعي إعادة الشركة إلى سناف عقد تطوير الحقل بعد انسحابها ما دفع حكومة الأنبار إلى مطالبة وزارة النفط بالتعاقد مع شركات عالمية الرصينة لاستثمار الحقل حق الأكاز حقيقة من الحقول المهمة جدا سابقا كان محال إلى شركة أحد الشركات الكورية تنفسها الحقل وأمن كبير من عام 2017-18-19 ولحد هذا اليوم في وزارة النفط أن تتبنى موضوع حق الأكاز وحالته إلى حد الشركات العالمية الدولية المتخصصة فيها الغاز وبالتالي أمن كبير جدا اليوم أعتقد الإجراءات وصلت إلى حد توقيع الحقل وبالتالي تتباشر الشركة الاستثمارية في هذا الحقل والمشروع المهم جدا والحيوي والاقتصادي في المحافظة خبراء في مجال الاقتصاد يؤكدون أن مخزون حق لعكاز يعد من أجود أنواع الغاز الحر في المنطقة متفوقا على الغاز القطري الذي يغزو نصف العالم عمر محسن قناة دجل الفضائية محافظة الأنبار ترجمة نانسي قنقر